صديق الإنسان إزايك عمل إيه وأخبارك إيه على سطحك وكبنا اللطيف الأمر ده أتمنى يا رب تكون بخير قبل ما نبدأ الحلقة كده حب أقولك على جنب توحشناك بالزاف يا الكوباية ده ديالي إن شاء الله النهاردة هنتعرف على اللابوة المجنونة الساسي وهنعرف السبب الحقيقي اللي خل الحراسي اقتلوها بطريقة رحيمة زي ما قالوا يعني أو يخلصوا عليها وإيه دخل المبوغ في الحكاية دي كلها لا ده احنا يلا بينا بقوا من غير كلام كتير ندخل في الدهاليز على طول ونتعرف على ملكة أتاوى اللابو أساسي حفيدة المبوجو ابنة المجنجلانز وأخت برنسو أتاوى بس زي ما احنا متعودين صديق الإنسان قبل الكلام واجب السلام السلام عليكم ورحمة الله بركاته فيديو جديد من أساطير الأسول صديق الإنسان لازم تعرف إن اللابو أساسي من موالية قطيع إناس أتاوى الغني عن التعريف طبعا وفي نفس الوقت تبقى أخت الزكر الجميل أتاوى ميل أو برنسو أتاوى الأسد المحروف برضو باسم نجوفو الساسي برضو تبقى بنت المجنجلانز وحفيدة المبوجو أقوى تحالفين ظهروا في سابيساند بعد ويست ستريت ميلز طبعا يعني اللابو أدي شاهلة في دمها جنات الشجاعة وعدم الخوف والجرأة الكبيرة وده اللي هيجيب أجالها في الآخر وهنعرف مع بعض ليه في السياق الحلقة بعد قتل وأكل الأسد أتاوى على إيد آخر أسدين من تحالف برمنجهام بويس بيتدمر قطيع إناس أتاوى وبيتشرده وده لأن أسدين برمنجهام دخل ودوروا الضرب في الكل وحتى لما ساسي وقفت في قشهم ضربوها وترضوها لبعيد في الوقت ده ساسي كان معاها شبلين واحدة منهم هي الأنسة اللي هتتعرف بعد كده بإسم الجنجريال لأشهر لابو أفسابيساند حاليا واللي بتتزاوج دلوقتي مع أسدين مخيم السهول ومخلفة منهم أجبال كتير المهم إن الملكة ساسي الوحدها كانت فعلا قد التحدي وقدرت تحمي أجبالها وتهرب بيهم وتستخبى وتستاط حتى لو الصد كان فرائص صغيرة وصعبة زي غرير العسر ما كانش ده المهم لأن المهم فعلا إنهم ما يموتوش من الجوع ويفضلوا يهربوا من الوحوش اللي عاوزين يخلصوا عليهم دلوقتي وفعلا ساسي نكحت في ده وكبرت الأجبال لكن صحتها كانت بتضعف جدا وبقت نحيفة بس لسه كانت لبقى قوية وشجاعة لحد أواخر سنة 2022 لما إدارة محمية سابيساند قررت تتخلص منها ويقتلوها قتل رحيم ودل حصل فعلا طب هم قتلوها ليه ترى؟ يعني مثلا علشان كانت جعانة ونحيفة وعندها جروح في جسمها زي ما هم قالوا وطلعوا تقرير ولا دي كانت مجرد تلكيكة صديقي الإنسان أحب أصدمك ويقولك إنها تلكيكة مليار المية لأن الحاجات دي كلها ما تعتبرش معاناة حقيقية في عالم الأسود وكلنا شفنا أسود جعانة وضعيفة ونحيفة وكمان مصابة ما حصل لهمش أي حاجة زي أسد جوماندوي الأخير وكمان أسد أفوكا الأخير وكمان أسد الضفة الشرقية الأخير لأن المعاناة الوحيدة الحقيقية اللي بتخلي الحراس يقتله الأسود قتل رحيم هي الكسر في الظهر أو دشمالة العمود الفقري وده لأن الأسد وقتها ما بيقدرش يتحرك من مكانه أصلا وبقى مشلول خلاص عشان كده قانون المحمية بيسمح بالقتل رحيم في الحالة دي ده حتى الأسود اللي بتقرق ما بتتقتلش وفيها مثلة كتير على ده سبق وتكلمنا عنهم في أساطير الأسود صديق الإنسان لازم تعرف أن السبب الحقيقي في القاتل ده هو أن اللبؤة كانت صجاعة وجريئة وما بتخافش من أي مخلوب بما فيهم البشر ساسي كانت بتتصرف بجرقة كبيرة جدا وما بتفكرش وما بتخافش من عربيات السفاري اللي بتدخل لأرضها وكانت بتوعب تبص وتبرع في عيون السياح وبتمشي جنب العربيات وهو قاب بتزمجر في بشهم لأنهم جوة منطقتها ومش جوة منطقتها بس لا دل جوة منطقتها بزيادة كمان عشان كده قدرت المحمية شافت وقررت أن اللبؤة دي خطيرة بالرغمة من أنها ما هجمتش ولا تسجل لها حالة هجوم لحالة واحدة حتى لكن تقريباً اللي جي في دماغهم منهم قالوا دي هتقرفنا زي وجدودها وهتعمل لنا مشاكل ووجع دماغ ووجع قلب وإحنا في غنى عن الكلام ده كله إحنا نقطع عرق ونساق يحدمه من الآخر مع أنهم لو فكروا ثانية واحدة بس ومنعوا تواجد عربيات السفاري أنها تدخل جوه أراضي الأسود وتتوغل فيها ويبقوا وش الوش معاهم كان كل ده مش هيحصل من الأساس لكن إزاي أنت لازم تخلي السائح يعمل كل حاجة نفسه فيها ويصور الأسود من قريب وما ينفعش تزعلهم أبداً وإلا بقى مش هيرجعوا للمحمية تاني ويدوج دولارات وفلوس كتير قوي ساسة قتلت فعلاً علشان يريحوا دماغهم من أي مشاكل ويقفلوا القصة دي مرة واحدة ومنذير وجع قلب صديق الإنسان لو سمعتك بتقولي اللي بيحصل لأي مخلوق شايل جينات المبوج ومش مؤمرة أنا اللي هقتلك بنفسي قتل رحيم لأن لو في إنسان حتى تقال إنه شايل جينات المبوج وكان هيموت بطريقة غمضة وفيها ريحة المؤامرات القذرة اللي بنقولها وكده يكون خلص فيديو النهاردة من أسطير الأسود صديقي الإنسان الجميل الحبوب أنا حابب أفكرك إن حلقات المسابقات على القناة التانية أرابط تنزل خلاص ويا ريت ما تنساش تسجل فيها هناك وإن شاء الله أصطنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة